أهلا وسهلا بكم ببدويت تريد أمر إذا حدث لح يغير كل شي بعالم الكريبتو شو قيل أندرو تايت عن البيتكون والإيثيريوم أهم أخبار الأسواء مثل ما عودتكم عنه يوميا أريد لكم آخر أخبار الكريبتو بليز لايك ونسبسكراب للشانيل وخلينا نبلش أهلا وسهلا فيكم مرة تانية اليوم عنا أخبار كتير مهمة أول شي البتكون صعد شوية على العقب اللي حدث ببونك باليابان شو صار بالبونك باليابان من أول ما بلشت أزمة التضخم البونك الياباني قرر ما يزيد الفوائد بالمرة لفايدة سفر باليابان بغض النظر عن هبوط قيمة عملته بشكل كثير كبير أول مرة بشكل مفاجئ بيزيد بسفر فاصل خمسة وعشرين الفايدة هالشي بيعمل ضغوطات أكيد عالمية بأول عمله شي بسيط وبيضعف الدولار الأمريكي ضعف الدولار الأمريكي ساهم بسعود البيتكون شوية لستة عشر أفتمية منوها القيمة العالية ولكن أفضل من ماشي كوين بيس كوين بيس هي من أحد هي صحيح أنه منصة بس كمان مدرشة على أسواء البورصة بأمريكا هالسنة بس هابت سعر قيمة الساهم تبعها 87 بالمية هالشي أكيد بنشوفه أكيد بيخوف كتير بس إذا ما تطلع بغير شركات كل الشركات اللي علاقة بالتكنولوجيا هابت سعرها بشكل كتير كبير مثلا أمازون أول شركة بتخسر تريليون دولار من إيمتها السوئية أكبر خسارة بالتاريخ تسلا هابت بشكل كتير كبير إيلو ماسك عم يأكل يعني 65 بالمية هابت هالسنة بس تسلا إيلو ماسك عم ينتقدو كتير من وقت ما أخذ تويتر هالشي أثر على تسلا ولكن الأسواق العالمية هي بوضع عاطل هلأ إذا ما نطلع على أسواق البورسة بأميركا شكله ستفتتح بإيجابية بسيطة وهذا الشيء سيكون جيد للأسواق غير هكي أحد المحللين بيقول انسوا تحول بالسياسة الفيدرالية في 2023 المؤشرات بتقول أنه الاحتياط الفيدرالي ما سيخفض الفوائد لابد سيضلوا مثل ما هو أو يزيدهم SPF بيمضي التعاهد أنه هو سيرجع على الولايات المتحدة سيتم إعادته للولايات المتحدة أكيد للحبس وهذا الشيء سيتم من هلأ للتنين إذا ما لدينا غلطان وهذا الشيء أكيد يجيب بدنا ينلقى بدنا ينحط بالحبس بدنا نخلص من هالمشاكل تبعه ويفضح اللي عملوا بـ FTX والمنصات خرب كتير عالم هلأ في مخاوف من بايننس ومخاوف من كتير منصات أنا دائما أقول لكم نحموه حالكم كل شيء تستعملوا كل عملاتكم تستعملوا المنصات هي بس للبيع شراء والتداول المنصات من نبونك احتفظ بعملاتك على محافظ خاصة إذا محافظ بردة ولا محافظ ساخنة نقوا أنتم بس حموه حالكم COINBASE CEO قلت لكم عم يعمل أشياء لأوننة الكريبتو بيحكي شيء كتير إيجابي أنا برأيي بيقول هو وأنا اللي زمان بقوله هو بيقوله كل شيء مركز اللي يجب يتأونن يعني المنصات المركزية مثل COINBASE بايننس وغيرهم هؤلاء اللي لازم يتأوننه أنا معهم 100% هم اللي قدوا للإنهيار اللي شفناه كمان أنا برأيي لازم يتأونن العملات السابتة مثل USDT USDC و BUSD وهالأمور لازم يكونوا تحت سلطة فيقوانين صارمي عليهم لحتى يحمل المستهلكين بس ما لازم يقربوا على التكنولوجيا الباقي اللي ما بيقدر يسيطروا عليها أو لأنهم بيخففوا بيبطل في إنوفيشن بالسوق غير هكي الخبر اللي قلت لكم سيغير كل شيء هي روسيا طلعت وقالت هن بدون يبدأوا باستخدام البتكوين والكريبتو للمدفوعات عبرة الحدود هالشي على عقب العقوبات المحطوطة من الغار بلايون إذا صار سيغير اللعبة بشكل كبير لا لأنه هالشي يعني سيستخدموا البتكوين للنفط والغاز يعني عم نحكي كميات من المال مخيفة مانا عم نحكي بمية مليون أو ميتان مليون عم نحكي بالمليارات المحتمل هذا إذا صار سيكون ضمن ضمن أعضاء البريكس يعني أكتر من دولة من البرازيل لروسيا للصين للهند لكثير لساث أفري يعني كذا دولة كثير مهمين هالشيء أكيد سيكون كثير إيجابة ولكن واشنطن شو لح تعمل هلا حتزيد تعمل تنظيمات أشد على الكريبتو وتزيد القوانين وتجرب الدمره ما بعرف شو كيف ده شو ردة الفعل ولكن هيا خطوة تحتكون إيجابية بشكل عام بس بدلا ننطر شو ردة فعل واشنطن وأمريكا والغرب عليها كور ساينتيفيك شركة التعدين بتطلق أعلان أفليسة ولكن التعدين ملاح يتوقف في هالمرحلة حيضلون يعدموا بهالمرحلة لحتى يتطلع المحكمة وتقرر شو بدا تعمل مرسيدس تدخل على عالم المتافرس والكريبتو من الباب العريض أكيد تعمل تريد مارك فايلينج ممنوح على أن يستعمل مرسيدس غير الشركة وأكيد عم تشتغل لتفوت على المتافرس بشكل أقوى مثل كل الشركات يعني فيتاليك بيوترن بيحكي بسلبية عن الـ XRP والريبل بيقول أنه هي كلها مية بالمية تقريبا مركزية ريبل سي تي او رئيس مجلس إدارة طبع الريبل بيجاوبه بطريقة أنه بيقول له أنتم ما ما بتعرف بشيء لكن المشكلة أنه أول شيء وقت يكون ليدرز مسؤولين مهمين بعملات كثير مهمة عم يتحاربوا بعضهم بالبير ماركت ها بتعطينا مثل صورة بشعة للمجتمع بشكل عام أنا ضد هالفكرة أنه يطلعوا يحكوا هيك بالعلن ويحكوا بها ينتقدوا بعضهم بالعالم هالشيء ما نمني حلق بنعرف أنه إثيري ما بيحب بإكسر بي لأنه إكسر بي جربت طعم الإثيريوم سيكوريتي بمجال الدفاع عن حالة بالمحكمة ضد الساك ولكن هن عم يجربوا كانوا يدافعوا وليس يدافعوا على المجتمع بشكل عام ما بعرف مين معه حق ولا لا ولكن صورة بشعة على الكريبتو أحد المحللين بيقول دي سانترولاند وسانت بوكس هن بمرحلة opportunity فرصة رائعة للشراء على المدى البعيد إذا عم تستثمروا على المدى البعيد ونفس الشيء بيقول end rotate عن الكريبتو بس بشكل خاص بيقول عن الإثيريوم والبيتكوين بدي انهي لكم الفيديو بهذا الفيديو اللي شو بيقول end rotate عن الموضوع الحقونا على تويتر و تيليجرام بعمل update سوني كل شيء بشوفكم عريبة فيديو جديد و market update جديد شكرا لكم هناك الأمر جيد عندما كريبتو يتحرك وكريبتو يتحرك في كل حالة حيث everyone's panicking trying to get hold of money by crypto too late you need to buy the crypto now now that the prices have tanked so that when the next bull run comes in two to three years people are saying it's going to be soon that's all code these are people who are trying to make fast money because they don't have any business sense that's all garbage and code the real money is going to come in two or three years now is when you need to be panicking for money not when crypto was spiking and everyone was talking about it and every dummy was making money then it's too late you need to be panicked now make money now stack your bags now let's go